بسم الله الرحمن الرحيم قلنا هو العلم اللي بيختص بدراسة الكائنات الحية لمعرفة صفاتها وأشكالها ووظائفها والأدوار التي تؤديها في الطبيعة وأيضا قلنا أنه علم المايكروبيولوجي هو علم حديث بدأ اكتشافه باكتشاف المايكروسكوب الضوئي العادي قلنا أنه في مجموعة من العلماء ساهموا في تطور علم المايكروبيولوجي ابتداء من العالم أنتوني فان ليفن هوك وهو مكتشف الكائنات الحية الدقيقة وكان من هوات صناعة العدسات وأيضا الرائد علم المايكروبيولوجي العالم لويس باستير هو العالم الذي وضع أسس علم المايكروبيولوجي وهو رائد علم المايكروبيولوجي وهو المؤسس الحقيقي لعلم المايكروبيولوجي ومكتشف الجراسيم في الهواء وهادم نظرية التوالد الذاتي وايضا اكتشف طريقة لمنع فساد الخمور ودي طبعا صناعة كبيرة جدا في دول اوروبا وايضا جاء من بعده العالم روبرت كوخ وده وضع قصص التحضيرات البكتريولوجية واكتشف ميكروب السل والكولورا وطبعا ميكروب السل والكولورا في الاونة الماضية كان بيودي بحياة العديد من الاشخاص نظرا لعدم اكتشاف شكل الميكروب وهل هو بكتريا ولا فيروس ولا ايا كان فطبعا كان عامل مشاكل كبيرة جدا ولو دور كبير جدا العالم روبرت كوخ في ايضا وضع قصص وافتراضات لتشخيص المرض النباتي واخدنا ايضا الاهمية الاقتصادية للكينات الحياة الدقيقة من حيث المنافع والاضرار وبدأنا نلقي نظرة على الكائنات الحية الدقيقة اللي هي موجودة في التربة خدنا منها البكتريا قلنا كائنات حية دقيقة لا ترى بالعين المجردة ولكن يمكن روياتها بالميكروسكوب الضوء العادي تمتاز بسرعة تكاثرها بالانقسام السنائي البسيط وقدرتها العالية على تحليل المواد العضوية اشكالها 3 اشكال اما كاروي او عصوي او حلزوني وبتتحرك ايضا بتلت طرق اللي هو الحركة بالاصوات والحركة الانزلاقية وايضا الحركة السعبانية واخدنا تركيب خلية البكتريا ابتداءا من العلبة او الطبقة الخارجية او بنقول عليها الكابسولة وانتهاءا بالحبيبات المخزنة او الجراسيم الداخلية قلتلكم انه البكتريا بتتبع على الكائنات غير حقيقية النواة وممكن يجيلك سؤال علل في الجزئية دي تعتبر البكتريا كائنات حية غير حقيقية النواة او ممكن تيجي بصيغة تانية يقولك بداية النواة الاجابة ايه دكتور الاجابة لانه ليس لها غشاء نواوي وبالتالي هي بداية الايه النواة والنواة بتبقى موجودة جوة الخلية البكتريا في صورة مادة نووية غير محاطة بغشاء نووي واخدنا بعد كده تقسيم البكتريا على حسب مصادر الكربون والطاقة الى قسمين بكتريا هيتيروتروفية او بنقول عليها عضوية التغذية والمثال اللي عندي بكتريا تثبيت الزوط الهواء الجوي والنوع التاني بكتريا معدنية التغذية وهي بتحصل على غذائها من مصادر معدنية زي سانيوكسيد الكربون والمثال اللي عندي بكتريا اكسادة الكابريت وهي بكتريا التأذت وبعد كده بدأنا ندرس الفطريات وقلنا فطريات كائنات حية لسه واخدنا في مادة امراض النبات فطريات كائنات حية وحيدة الخلية زي الخميرة او عديدة الخلية زي بقى انواع الفطريات بتخلو اجسامها من الكولوروفيل بتعيش متطفلة او مترممة على كائنات اخرى ولا يمكن روياتها بالعين المجردة وترى باستخدام الميكروسكوب الضوئي العادي طيب الفطريات دي تركيبها بداية من الجدار الخلوي وانتهاء بالحبيبات المخزنة والجيلايكوجين وايضا الفطريات دي بتقسم لانواع عديدة على حسب طريقة التكاثر الجنسي في فطرات بيضية زيدية اصكية بازدية وناقصة وايضا بتقسم على حسب طريقة حصولها على الغذاء اما اجبارية الترمم او اختارية الترمم او اختارية التطفل او اختارية التطفل وبعد كده خدنا مثال حي على فطريات بتعيش مع النباتات معيشة تكافلية اللي هو فطريات المايكورايزة قلتلكم هم نوعين مايكورايزة داخلية ومايكورايزة خارجية وبعد كده خدنا التحالب وقلنا دي عبارة عن خيوط مائية بتنمو في المياه بيسميها العامة بي اريم وانواعها عديدة جدا قلتلكم تركزوا على التحالب الخضراء المزرقة لانه هي بتعمل على تثبيت ازود الهواء الجوي على جزور النباتات النجيلية وايضا خدنا الهمية الاقتصادية للتحالب وايضا الفيروسات اللي هي حديث الساعة قلنا الفيروسات كيانات متناهية في الصغر او جسيمات متناهية في الصغر ليه بتقول كده يا دكتور لانه لم يطلق عليها لفظ الكائن الحي لانه تركيب خلية الفيروس عبارة عن جزئين اتنين فقط الفيروس اللي مغلب العالم مع ده كله هو تركيبه بسيط جدا متناهي في الصغر عبارة عن غلاف من البروتين بداخله حامض نوعي الحامض النوعي ده قد يكون او دين اي الفيروس لا يرى بالعين المجردة ولا يرى بالميكروسكوب الضوء العادي وما لا شوفه ازاي لابد من ان افحصه باستخدام الميكروسكوب الالكتروني اللي هو بيكبر قد الميكروسكوب العادي الف مرة تقريبا وممكن اكتر في بعض الميكروسكوبات المتطورة ده بيعتمد على استخدام المجال المغناطيسي وحركة الالكترون بدل من استخدام الاشعة الضوئية في التكبير وقسم تلك الفيروسات لثلاث اقسام على حسب عوائلها لو بتصيب النبات قلت علىها فيروسات نباتية لو حتصيب الحيوان فيروسات حيوانية ايضا الانسان بيتبع المملكة الحيوانية لو حتصيب الكائنات الحياة الدقيقة قلنا علىها مجموعة لاقيمات الكائنات الحياة ايه الدقيقة وبعد كده اخدنا البروتوز هو قلنا عبارة عن حيوانات بتعيش في البلك والمصنقات او في التربة بتتغزع البكتيريا بقسمناهم لاربع اقسام على حسب الحركة مجموعة الصوتيات وقلنا المثال اللي عندنا ايه الحيوان الاولي المسبب لمرض النوم اللي هو حيوان بتنقله او بتنقله زبابة وبسبب للانسان مرض النوم بلازموديوم الملاريا او مجموعة الجرسميات بين الانسان مرض الملاريا مجموعة الهدبيات زي الحيوان الاولي البراميسيام ومجموعة زوات الاقدام الكاذبة زي الحيوان الاولي الاميبة واخدنا الاهمية الاقتصادية للأوليات اللي احنا مبنوها علىها البروتوز بس عشان ما اتهوش وبعد كده اخدنا التعقيم قلته التعقيم يعني الابادة الكاملة لكل المايكروبات اللي موجودة على المواد والادوات وهو اغراض التعقيم تلاتة وطرقه تلاتة الاغراض التعقيم اللي هو في المجال العمال البكتريولوجية في المجال الطبي وايضا في مجال تعبئة وحفظ الاغذية بستخدم عمليات التعقيم المختلفة والطرق بتاعته تلاتة التعقيم الفيزيائي بيشمل الحرارة والاشعاع والحرارة عندي نوعين اما حرارة جافة بتنقسم الى اللهب المباشر او الهواء الساخن او حرارة رطبة هي استخدام التعقيم على درجة الغليان او استخدام التعقيم تحت ضغط في جهاز الاوتوكلاف وايضا استخدام درجات الحرارة اقل من الغليان اللي هي عملية البسترة يعني تسخين السوائل العضوية على درجة حرارة اقل من الغليان ثم تعرضها للتبريد الفجائي اللي انا بقول عليه عملية البسترة ودي بتؤدي الى حفز السوائل العضوية زي الالبان زي العصائر الى فترة طويلة جدا لان انت بتعمل تشوك او بتعمل صدمة للميكروب وبالتالي بيؤدي الى حفز السوائل الى فترة كبيرة جدا واحتفاظ السائل العضوي ايضا بقيمته الغذائية لان انتوا عارفين انه عملية الغليان دي طبعا ليه ستات البيوت عملية غليان اي مادة غذائية بتفقدها العديد من قيمتها الغذائية لانه معظم الروابط الكيميائية اللي اتبعى في الغذائية بتتحلل وبتحول من صورة الى صورة اخرى بعد كده التعقيم باستخدام الطرق الفيزيائية اللي هي التعقيم بالاشعاع وايضا التعقيم باستخدام المواد الكيميائية لا يخفى علينا طبعا كل المواد الكيميائية بداية من الكحول الاسيلي وانتهاء بالكلوروفين والفينول والصابون وكلوريد الزبغير كل دي انواع مختلفة من المعقيمات الكيميائية وايضا النوع الاخير اللي هو التعقيم الميكانيكي او الازالة الميكانيكية للميكروبات اللي موجودة في المواد ده طبعا باستخدام العديد من انواع المرشحات المختلفة اخد عندك مرشحة شمبرلند زايتس بيركفيلد الزجاج المسامي قول اللي انت عايز تقوله منهم المهم ان انت تكون حافظ واحد او اثنين على الاقل عشان لو جالك السؤال في صيغة اكمل تكون مستعد بالاجابة وتكون طالب شاطر ومتفوق وتحصل على اعلى الدرجات باذن الله بعد كده اخدنا البيئات الغذائية قلنا مواد عضوية او غير عضوية تستخدم في تنمية واكسار الكائنات الحياة الدقيقة وعرفنا الشروط الواجب توفرها في البيئة الغذائية وايضا اهمية البيئات الغذائية وصنفنا تركيب الكيماوي قلنا بيئات طبيعية وبيئات كيميائية البيئات الكيميائية قسمناها ايضا لخسمين بيئات غير محددة التركيب الكيماوي وبيئات محددة التركيب الكيماوي وقسمتلكوا على حسب القوام ايضا لخسمين بيئات سائلة زي بيئة لبن عباد الشمس والمرق المغزي وبيئات صلبة زي بيئة الجيلاتين وبيئة الاجار وبعد كده درسنا دور الماكروبات في دورة الكربون وعرفنا الأدوار اللي بتقوم بيها الكائنات الحية الدقيقة في دورة الكربون وأيضا خدنا في الحلقة السابقة جزئية تطبيقية ومشروع مهم جدا اللي هو انتاج الغاز الحيوي البيو جاز يعني ايه بايو جاز يا دكتور المخلوط الغازي الناتج عن تخمير المخلفات العضوية عند خلطها بالماء بمعزل عن الهواء فينتج غاز الميسان بنسبة خمسين الى سبعين في المية من المخلوط الغازي وهذا الغاز قابل الاشتعال وصديق للبيئة ورخيص التمن وينتج من تخمير المخلفات العضوية اللي احنا بنرميها في مخلفات المنزل او مخلفات المصانع او مخلفات المشاريع الانتاجي الحيواني او ايا كان او حتى الحشاش زي ورد النيل او اش الروز كل دي انواع مختلفة او مخلفات المطابخ كل دي انواع مختلفة من المخلفات لا انت ما ترمهاش هنجيب لك وحدة بيوجاز وحط فيها المخلفات واخلطها بالماء وفي الغطة بتاع المخمر هتحصل ووصل خزان الغاز ب مصدر الوقود يعني بوتاجاز او بيجينيرويتور لتوليد الطاقة الكهربية لا هتدفع فواطير كهرباء ولا هتدفع فواطير غاز وبالتالي انت هتكون مصدر للاستفادة في المجتمع المحيط بك وحتكون صديق للبيئة لانه غاز الغاز الطبيعي او حتى غاز البوتاجاز اللي هو ناتج عن غاز البيوتان والبروبان ده بيكون ملوس للبيئة وبينتج عن احتراقه اول وثاني اكسيد الكربون واكسيد الكابريت اللي هي بتضر بطبقة الاوزون وبتعمل احتباس حراري وطبعا عرفنا اهمية انتاج البيوجاز سواء كان لانتاج الطاقة او للانارة او للتدفئة او حتى استخدام المخلفات المتحللة في السماد العضوي تعالوا بينا اعزائي الطلبة والطالبات ننتقل لنقطة مهمة جدا في مادة المايكروبيولوجي اللي هي دورة النيتروجين دورة النيتروجين يعني ايه تعالوا نشوف مع بعض ايه المقصود بدورة النيتروجين دورة النيتروجين مقصود بها اعزائي الطلبة والطالبات على شاشتنا المتميزة انه بيتحول جزء بسيط من النيتروجين الغازي بالجو الى مركبات عضوية ده بفعل ايه بفعل المايكروبات اه حرة المعيشة او حتى المايكروبات التي تتكافل خلي بالك من كلمة تتكافل مع المحاصيل الباكولية خلال عملية تسبيت ازوت الهواء الجوي طبعا دي صورة بتبين لك دورة النيتروجين النيتروجين ده بيبقى باختصار بس علشان الطلبة بتوعنا يكونوا ملمين بكلمة دورة النيتروجين النيتروجين معناها انه النيتروجين اللي بيبقى في الغلاف الجوي نسبته بتبقى تصل تقريبا الى 78.7% النسبة دي نسبة كبيرة جدا لا يستهان بيها فبتبدأ الكائنات الحية المثبتة لازوت الهواء الجوي تمتص وتعمل عملية تسبيت لعنصر النيتروجين وادخاله الى جزور النباتات وبالتالي بيمتصوا النبات وبيديني مجموع خضري كسيف وبالتالي طالما المجموع الخضري اللي عندي بينموا بصورة كبيرة فالمصنع اللي عندي شغال فالبناء الضوء شغال وبالتالي المحصول اللي حينتج بعد كده هيكون محصول كبير سواء من حيث الكام او من حيث الكيف يعني من حيث الكوانتيتي او الكواليتي طبعا عملية التسبيت دي هناخدها في اخر الحلقة وهي عملية مهمة جدا 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 تعالوا نشوف مع بعض عنده تعرض بقى اجسام الحيوانات وايضا النباتات للتحلل ايه اللي بيحصل بتهاجمها المايكروبات او بنطلق عليها الكائنات الحياة الدقيقة وبتنطلق الامونيا التي تستخدمها النباتات او تتأكسد الامونيا الى نطرات بتفقد خلال التربة بوسطة عملية الغسيل او تستخدم في تغزية النبات او تختزل مرة اخرى الى امونيا او نيتروجين غازي بيتصاعد مرة ثانية الى الجو المحيط بالغلاف او بالنبات وبعد كده بتكمل دورة النيتروجين دورة النيتروجين مهمة جدا جدا للحفاظ على النظام البيئي او بنقول عليه يعني ايه نظام بيئي يعني كل عنصر لابد ان تكون له نسبة في مكونات النظام البيئي وكل كائن حي لابد ان يكون متواجد والكائنات اللي هي ممكن انت تقول عليها ملهاش فايدة او حاجة بيتضح بعد كده اثارها في النظام البيئي لان هي عبارة عن فودشين او بنقول عليه سلسلة غزائية كائن بيتغزع الاخر وهذا الكائن عندما يموت يتحلل جسمه بفعل كائن اخر وبعد كده بينطلق من هذا الجسد او هذا الجسم المتحلل العناصر في صورة معدنية وبنتنتقل مرة اخرى الى عناصر الغلاف الجوي وتحافظ على نسبة العناصر في الغلاف الجوي سواء كان نيتروجين او حتى سانيوكسيد الكربون او حتى اكسوجين كل دي بتبقى عناصر مهمة جدا لحياة الكائنات الحية الموجودة على سطح الكرة الارضية تعالوا نشوف مع بعض صورة بتبين لك حيوان بيتغزع على نباتات وبعد كده هذا الحيوان بيفقد الحياة طبعا تشافين في الصورة هو معانا وبيتحلل جسمه بوسطة الكائنات الحية الدقيقة وبعد كده النشادر او الامونيا المتصاعد من جسمه وبينتقل الى الغلاف الجوي يتحول الى عنصر النيتروجين يعني بيتحول من صورة معدنية الى صورة عضوية والعكس بالعكس تعالوا نشوف مع بعض التحولات الغزائية وده مهمة جدا لانه ممكن يقول لك في الامتحان اذكر اهم التحولات الغزائية لعنصر النيتروجين في التربة اذكر اهم التحولات الغزائية لعنصر النيتروجين في التربة التي تقوم بها الكائنات الحية الدقيقة او ممكن يختصرها لك وقول لك المايكروبوت اول دور معدنة مركبات النيتروجين العضوية بالتم امتى هناخدها بعد شوي اتنين اختزال النطرات يعني اختزال النطرات هنعرفها برضو بعد شوي تلاتة انطلاق الازوت اربعة تمثيل مركبات النيتروجين المعدنية في خلايا المايكروبوت خمسة تثبيت ازوت الهواء الجو دي عملية مهمة جدا لتغزية وامداد النماتات بعنصر النيتروجين اول حاجة زي ما قلت لكم معدنة مركبات النيتروجين العضوية النيتروجين من عناصر التربة الغذائية اللي بيحتاجها النبات بكميات كبيرة طبعا اديكم بس لامحة بسيطة عن المغزيات المغزيات اللي بيحتاجها النبات هم منوعين لاما عناصر كبرى لاما عناصر صغرى العناصر الكبرى بنقول عليها المغزيات الكبرى او العناصر الكبرى يعني يا دكتور يعني اللي بيحتاجها النبات بكميات كبيرة لنموه وينتج من خلالها محصول يعني لو نقصد النبات يتقزم النبات ممكن ما يديش محصول بالصورة المطلوبة النبات قد يكون عرضة للاصابة بالمسببات المرضية والافات الحشرية المختلفة لانه نبات ضعيف وبالتالي المقاومة عنده هتكون اقل الريزيستنت عنده هتكون اقل وبالتالي بيكون عرضة للاصابة بالمسببات المرضية المختلفة طب ايه هم يا دكتور العناصر الكبرى اللي عندي عندي ثلاث عناصر كبرى N, B, K N, B, K N يعني ناتروجين B يعني فسفور وK يعني بوتاسيوم الثلاث عناصر دول مهمين جدا جدا عزاء الطلبة والطالبات لنموه اي نبات على سطح الكرة الارضية او حتى لو هم موجودين في اي تربة بصورة بسيطة لابد من اضافتهم اه الى التربة في صورة الايمة السماد العضوي او السماد الكيميائي واحنا طبعا بندعو الى ترشيد استهلاك او الاعتماد على الاسملة الكيميائية في عملية التسميد لانه ثبت ان العناصر الكيميائية بتتخلل انسجة المحاصيل واستمار المختلفة سواء كان خضر او فكهة او محاصيل استراتيجية وبالتالي عندما يتناولها الكائن اللي بيتغزى عليها سواء كان حيوان تترسب في اللبن او في اللحم سواء كان انسان مباشرة بتدخل على جهازي المناعة في جسمك الاساسيين اللي هو الكلة والكبد طبعا انت ما بتحسش بأثر المركبات دي مباشرة لانه زي ما بقول جراديولي او تأثيرها بيكون تراكمي وبتحس بعد كده انه خلاص جسمك مخزن السموم امتلة والفلتر بتاع السموم خلاص مش عاد شغال فبتضطر تعمل اما غسيل كلوي طبعا مشكلة المشاكل او لقدر الله تزرع كابل طبعا دي عملية خطيرة جدا وبتؤدي من يقوم بها لانفاق العديد من النقود وايضا العملية دي من يجريها لا يكون مؤهل للقيام بعمل اخرى فبالتالي فيعتبر هو خلاص هي عملية كل اللي فيها مسألة وقت لحين ان هو يقضي حياته المعدنة بقى المعدنة الناتروجين زي ما قلت لكم من عناصر التربة الغذائية بيحتاجها النبات بكميات كبيرة بيمتصها النبات في صورة غير عضوية يركزه الاسامي مهمة جدا صورة غير عضوية يعني معدنية بنكسين وبينتج عن عملية المعدنة تكون كل من اما الامونيا او النطرات او كلاهما بواسطة الكائنات الحية الدقيقة خلال عمليتي عملية بنقول عليها عملية النشدرة آا والعملية التانية بنقول عليها عملية التأزوت هناخدهم بالتفصيل سواء كان عملية النشدرة او عملية التأزوت عملية النشدرة يعني ايه يعني تحلل البروتين. طب البروتين ده بيتحلل بواسطة ايه? بيتحلل بواسطة الكائنات الحية الدقيقة. طب الكائنات الحية الدقيقة. تقدر تحلل آآ قطعة لحم? آآ طبعا. تقدر تحلل آآ بروتين نباتي? آآ طبعا. طب بتحلله ازاي? بتحلله عن طريق لا هي معاها سكاكين ولا لها سنين ولا اي شيء. ده هي بتفرز من جسمها ما يسمى بانزيمات التحلل المختلفة. لو عندك بروتين هتفرز لك عليه انزيم يعمل زي مية النار. يحل الرابط. يكسر الرابط اللي بتمسك آآ اللي احنا بنوناها الرابطة اللي بابتدية اللي بتمسك الاحماض الامينية وبتحللها وبتخليها في صورة بسيطة جدا. الانزيم اللي بيفرز لتحليل البروتين. اسمه انزيم البروتينيز. من اسمه البروتينيز يعني بيحلل البروتين. طب الدهون. انزيم اسمه اللاي بيز. ده بيحلل في نهاية اسماء الانزيمات المختلفة. والانزيمات دي طبعا مهمة جداً للكائنات الحية الدقيقة لأنها بتحلل المواد الغذائية علشان تقدر تمتصها في صورة محالية البسيطة بوسط الانتشار الغشائي البسيط تعالوا نكمل مع بعض ونشوف الخطوة اللي بعد كده الخطوة الاولى للتحلل بتتم خارج الخلية الميكروبية نظراً انه حتى جسم او جزيء البروتين بيكون اكبر من جسم الكائنات الحية الدقيق فبتكسر الانزيمات الروابط الكيميائية زي ما قلت لكم وبتحول جزيء البروتين لوحدات بسيطة اللي هي الأحماض الأمينية وانتوا عارفين طبعاً الأحماض الأمينية هي أساس تكوين البروتين وفي منها نوعين أحماض أمينية أساسية وأحماض أمينية غير أساسية وطبعاً بترتبط مع بعض برابطة عديد الببطايد وبتكون لي جزيء البروتين سواء كان بروتين نباتي أو بروتين حيواني المايكروبات بقى اللي بتحلل البروتين زي ايه؟ عندك أنواع البكتيريا المنتمية للأجناس الباصيلس أو الكوليستيريديم أو سيدومولوس أو مايكروكوكاس والعديد من الفطريات زي البنسيليم اللي بيستخرج منه البنسيليم سباراجلس ألتنرانيا رايزوباس البروتين أيضاً بيحدث له تحلل بسهولة وبينتج عنه كميات كبيرة جداً من الأمونية تعالوا نشوف مع بعض آآ آآ هذه صورة بتبين لك دورة آآ النيتروجين آآ طبعاً أنتم عارفين النيتروجين زي ما قلنا وموجود في الغلاف الجوي بيحدث له عملية تسبيت أو عن طريق البرق والرعد بيحدث له تسبيت أيضاً وبيصل إلى التربة بتنطصه النباتات وبعد كده النباتات بيتغذى عليها الحيوان او يأكلها الانسان وهكذا وبعد موت هذه النباتات او الحيوانات بيحدث تحلل مرة اخرى لعنصر النيتروجين العضوي وبتحول الى صورة معدنية مرة اخرى في الغلاف الجو تعالوا نشوف بقى العوامل المؤسرة على نشدرة النيتروجين العضوي ممكن يجي لك السؤال بصيغة تانية يقول لك اذكر العوامل المؤسرة على عملية النشدرة طبعا عملية النشدرة قلنا تحلل البروتين او تحول البروتين العضوي من صورة عضوية الى صورة معدنية في صورة امونيا او نشدر عشان كده سمنا العملية دي اسمها عملية النشدرة يعني باختصار قطعة اللحم قد تتحول الى غاز عند مهاجمتها بالكائنات الحية الدقيقة بفعل افرازها للانزيمات المحللة طيب حدا هيسألني هيقول لي طب وهي ليه الكائنات الحية الدقيقة بتقوم بالدور الهام ده وتفرز انزيمات وبتحلل المادة العضوية وا 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 ده هو ده مصدر الغذاء الاساسي لهذه الكائنات لكي تبني اجسامها وتبني خلاياها فبالتالي وهي بتحلل المواد العضوية بتحصل منها على الغذاء والفائض من عملية التحليل بيطلق عليه مخزون التربة من المادة العضوية المتحللة اقدر اقول عليه مصطلح تاني يا دكتور اه تقدر تقول عليه الدبال طب احنا اخذنا الدبال في دورة الكربون وعرفنا فوايد الدبال وقلنا ركز على فوايد الدبال لانه هو مخزون التربة من المادة العضوية المتحللة بيعمل على تدفئة التربة زيادة خصومة التربة غاني بالعناصر الغذائية بيعمل على زيادة احتفاظ التربة بالماء كل دي بتبقى فوايد للهيومس او بنقول عليه الدبال اللي بيبقى موجود فيه التربة بيكون او ميسر لامتصاص النبات وايضا بيكون ميسر لتغذية الكائنات الحية الدقيقة تعالوا نشوف ايه هي العوامل اللي تؤثر على عملية النشدرة اول عامل عندي في شاشتنا المتميزة محتوى النيتروجين في التربة بزيادة نسبة النيتروجين العضوي بيزيد معدل النشدرة المادة الخام كبيرة وبالتالي المنتج اللي عندك هيكون كبير حالة الصرف طبعا عملية النشدرة عملية مهمة جدا وبتحدث فيه خلي بقى من صحة وغلط في الظروف الهوائية والله هوائية وجد ان الاراضي رادية الصرف بيقل فيها نشاط الميكروبات وايضا تقل عملية النشدرة رطوبة التربة الرطوبة يعني الماء الارضي زيادة الرطوبة بتزيد معدل النشدرة والرطوبة المسلحة للنشدرة بتتراوح ما بين ايه يا اولاد ما بين خمسين الى خمسة وسبعين في المية من الساعة الحقلية للتربة يعني ايه الساعة الحقلية عشان مش تحفظ مصطلحات كده عالفادي الساعة الحقلية معناها حجم رطوبة اللي موجود فيه بين حبيبات التربة يعني معدل احتفاظ الفراغات بتاعت التربة بالماء تعالوا نشوف مع بعض باقي العوامل الحرارة عندنا درجة حرارة اتنين تكون النشدرة بطيئة جدا والدرجة المسلحة اللي هزيه العملية بتتراوح من اربعين لستين درجة موية بي اتش التربة طبعا انتم عارفين ان دول البي اتش زي ما قلتلكم من شوية بي يعني باور واتش يعني هيدروجين يعني باور اوف هيدروجين يعني تركيز ايون الهايدروجين في الوسط انا عندي تلات انواع للاوساط على حسب البي اتش لو كان لو انا جبت جهاز او حتى استخدمت اي وسيلة تانية وحطيت الجهاز فيه اناء مملوء بالماء المقطر حلاقي البي اتش سبعة يعني وسط متعادل طب لو انا دوبت شوية سكر في المية يعني حول الوسط لوسط قلوي وبالتالي البي اتش حيرفع هيبقى عدي اكتر من سبعة طب لو انا شلت السكر وحطيت في المية عصير لامون يعني حولت الوسط الى وسط حامضي عن طريق اضافة حامضي وبالتالي قراءة البي اتش حتقل يعني حيبقى اقل من سبعة يعني عدي سبعة وسط متعادل اكتر من سبعة وسط قلوي او قاعدي واقل من سبعة هو وسط حامضي والنشدرة بتزيد او بتنمو وتنشط وكميتها بتزيد في الوسط اه المتعادل نسبة السي ان ريشيو او بنقول عليها السي يعني كربون وده علامة الكسر وان يعني نيتروجين يعني نسبة الكربون على النيتروجين اه نسبة الكربون الى النيتروجين في المادة العضوية المتحللة كل ما بتزيد نسبة النيتروجين كل ما بيزيد معدل اه النشدرة بعد كده هناخد جزئية مهمة جدا اعزائي الطلبة قوية الطالبات اللي هي عملية التأذد احنا قلنا هم عمليتين بتم فيهم معدنة مركبات اه النيتروجين العضو عملية النشدرة وعملية التأذد التأذد بيتم اكسادة الامونيا اللي نتجت من ايدي يا دكتور نتجت من عملية النشدرة الى نتريت ثم انا ترات في خطوتين منفصلتين تماما كما في المعادلات الاتية اول معادلة الامونيا زاد الاكسوجين بواسطة نوع معين من انواع البكتيريا بنقول عليه نايترو زومانس نايترو زومانس لازم تحفظوها بيحول الامونيا الى نتريت زاد ماء زاد طاقة طبعا انتم عارفين انه مركب النتريت ده مركب سام في طربة بالنسبة للنبات طبعا ربنا مش هيعمل حاجة كده ويقدي الى تسمم النباتات فبيجي على طول نوع اخر من انواع البكتيريا اللي احنا بنقول على نايترو باكتر يبقى انا عندي نوعين اهو نايترو زومانس ده بيحول الامونيا النيتريت والنيترو باكتر بيحول النيتريت الى نترات اللي انت بتروح تشتريها باكتر من 300 جنيه في الوقت راهن لشكارة نترات الامونيوم او اليوريا طبعا انت بالكائنات الحية الدقيقة بتوفرلك مادة عضوية متحللة وسماد عضوي صديق للبيئة مجاني يعني ايه مجاني يعني مش حدفع فيه فلوس ازاي انا بجيب المخلفات العضوية وعمل لها عملية تحليل بالكائنات الحادقة هي كده كده شغالة ده اكلها وبالتالي المادة العضوية المتحللة بعد عملية التحليل بتبقى العناصر فيها ميسرة لامتصاص النبات وبعد كده اضيفه كاسمات عضوي او كاسمات بلدي او حتى اعمل ما يطلق عليه بعملية التلقيح للبزور او تلقيح للتربة بالكائنات المسبتة لزوت الهواء الجوي وبالتالي بتزيد عملية التثبيت مما يؤدي الى نمو النباتات نظرا لامتصاصه لكمية كبيرة جدا من عنصر النيتروجين تعالوا نشوف المعادلة التانية المعادلة التانية نيتريت بيتحول او بيتأكسد بواسطة نوع من انواع الميكروبات قلت عليه اسمه ايه ايوة شطار حيقوله نيتروباكتر المعادلة الاولى نيتروزومنس والمعادلة التانية نيتروباكتر وتحول لنطرات اللي هي مفيدة للنبات تعالوا نشوف مع بعض صورة بتبين لك نورة النيتروجين للمرة التالتة ادي النيتروجين في صورة غازية بيحدث له عملية تثبيت على جزور النباتات وبيكون بعد كده مركبات عضوية بتتغذى عليها الحيوانات او الانسان ثم بعد تحلل وموت هذه الحيوانات بيتحلل اجسادها ويمطلق منها النيتروجين الغازي في صورة امونية بكتيريا التأذب الامثلة اللي عندي بكتيريا تأكسد الامونية الى نيتريت زي ما قلتلكه زي النيتروزومونس والنوع التاني بكتيريا بتأكسد النيتريت الى نطرات زي بكتيريا النيترو باكتر طيب تعالوا بينا ناخد العوامل المؤسرة على عملية التأذب احنا خدنا العوامل المؤسرة عاملية الناشدرة اخدناهم وحفظناهم قلنا ايه درجة الحرارة والرطوبة والبي اتش والسي النريشي وكل دي انواع من العوامل تعالوا نشوف برضو هنا حتلاقوا فيها شبه منها درجة الحمودة اللي هي البي اتش البكتيريا بتفضل الوسط المتعادل مين البكتيريا دي البكتيريا اللي هي النيتروزومونس والنيترو باكتر لانا لازم اوفر لهؤلاء العمال اللي هما لا يتقاضوا اجر عندي لازم اوفر لهم ظروف بيئية ملامة لكي يقوموا بدورهم على اكمل وجه يعني ايه؟ يعني اوفر درجة حرارة اوفر رطوبة اوفر بي اتش مناسب لنمو هذا الكائن الحي اوفر عناصر غزائية بتحتاجها هذه الكائنات لكي تنمو وتتكاثر اللي احنا كنا بنطلق عليها ايه؟ البيئات الغزائية يبقى درجة الحمودة بكتيريا التأزد اللي هي نايتروزومونس او نايترو باكتر بتفضل ايضا الوسط المتعادل يبقى انا مش هحفظ مرتين ده هي نفس اللي فيه عملية النشدرة الاكسوجين خلي بالكم اعمل حتة دي بتزيد عملية التأزد بزيادة الاكسوجين وتتوقف فيه غيابها ده بيديني الديكوتر ليه؟ او مؤشر ليه يا ولاد؟ بيديني مؤشر انه عملية التأزد لا تحدث الا في الظروف الهوائية طب يعني يا دكتور ظروف هوائية احنا بنسمع منه احنا في الاعدادي او في ابتدائي ظروف هوائية ظروف هوائية وظروف لا هوائية ووسط هوائي ووسط لا هوائي بص يا ولاد المعلومة لازم تيجي لك في صورة مبسطة الوسط الهوائي يعني في وجود الاكسوجين الوسط اللاهوائي يعني وسط يغيب عنه الاكسوجين طب اعملها ازاي دي؟ انا اعمل احكام للمكان او اعمل غلق للمكان اللي انا عايز اعمل فيه اي عملية ميكروبية فاكرين لما اخدنا انتاج الغاز الحيوي البيو جاز وقولتلكوا انه الغاز الحيوي البيو جاز بيعتمد على انه الوسط يكون في غياب الاكسوجين يعني اوفر ظروف لا هوائية ولذلك بعمل احكام لعملية قفل المخمر وبالتالي بحصل على الغاز الحيوي البيو جاز يبقى عملية الناشدرة بتتم في الظروف الهوائية ولا هوائية عملية التأذت صح وغلط بتتم في الظروف الهوائية فقط خلي بالكم بتتم في الظروف الهوائية ايه فقط تعالوا نشوف العامل اللي بعد كده رطوبة الرأي بيزيد اعداد مايكروبات التأذت وكمية النطرات وايضا بيقلل الاكسوجين طبعا دي عامل زي ما يكون سلاح زوحدين انا بزود عملية اعداد الماكروبات في التربة ولكن بقلل الاكسوجين وبالتالي ممكن يحدث اختزال وتقليل لعملية التأذت بعد كده درجة الحرار التأذت بيكون بطيء عند حرارة اقل من خمسة درجة ماوي والدرجة المسلى لحدوث عملية التأذت من تلاتين الى خمسة وتلاتين درجة ماوي تعالوا نشوف مع بعض حاجة مهمة جدا وبنعاني منها كل ده في جمهورية مصر العربية اللي التلوس بالنطرات انا لسه اقل لكم من شوية احنا بندعو اخواننا المزارعين والمهتمين في مجال الانتاج الزراعي بترشيد استهلاكهم من المخصبات الكيموية اللي هي الاسمدة الكيموية اللي هو السماد اللي في الشكار عشان بس مصطلحات تبقى ورهيمة من اخواننا المزارعين ليكن في معلومك ان هذا السماد هو سماد ضار بمكونات الانتاج الزراعي وهذا السماد مكلف لحضرتك وهذا السماد لا يتحلل في التربة ويصل الى المياه الجوفية اللي هي مخزون التربة من المياه ويلووسها ومن يتناول المحاصيل المسمدة بسماد كيموية فهو عرضة للاصابة بالامراض المختلفة وايضا الاسماد والمبيدات الاتنين هم مع بعض لا يتجزأوا سواء كان سماد كيموية او مبيد كيموية اما لا نزرع ازاي حد هيسألني يا دكتور اما لا نزرع ازاي هتزرع اعتمد على نظام حلو جدا نظام حديث جدا في الزراعة ونرجع بالزراعة بتاعتنا اللي يام الفراعنة اللي هو الزراعة العضوية هتقول لي طيب وهي الزراعة العضوية اللي هو نظام زراعي بيتجنب في استعمال الاسماد الكيموية او المبيدات الحشلية وبيعتمد في التسميد على السماد العضوي وفي المقاومة على البيولوجيكا الكنترول او المقاومة الحيوية او الاعداء الحيوية اللي هي المتطفلات والمفترسات ومسببات الامراض طيب اعمل ايه علشان اتغلب على النقطة دي ما وانت هيكون عندك مردود في السعر انت لما تبيع لي سلعة طبيعية او ارجانيك زي ما احنا بنسميها هتبيعها بسعر مضاعف يعني لكو انت تخيلوا انه مسلا كيلو الخيار العادي اللي هو بالزراعة الترديشنال اللي هي التقليدية بيتباع باتنين تلاتة جنيه مسلا هتلاقي اللي بيتباع انا بيدي مثال هتلاقي الخيار او السمرة الاورجانيك هتلاقيها مسلا ابو ثلاثة ده اضرب في خمسة هتلاقي بخمستاشر وعشرين ليه لان انت تنتج جزاء صحي وامن وسيفتي وغير ملوس للبيئة وبالتالي ممكن تصدره الى الخارج ويباع بيئة العملة الصعبة تعالوا نشوف ايه بقى حكاية التلوث بالنطرات دي التلوث بالنطرات النطرات دي بتعتبر من الايونات الهامة لتغذية النبات زي ما احنا اتفقنا ولكن في مثل بقول اللي بيزيد عن الحد بينقلب للضب احنا هنا نفس المثال ده مطبق فعلي عندنا بيحصل ايه بيحصل انه بزيادة نسبة النطرات في المياه وفي التربة تؤدي الى زيادة تركزها وايضا بتلوث البيئة طب تعالوا نشوف الاضرار الناجمة عن التلوث بالنطرات انا عمل اقول التلوث بالنطرات يعني زيادة حد عرغم ان هي مادة مسمدة للنبات ولكن زيادتها تؤدي الى التلوث بالنطرات طب يحصل ايه لما يحدث تلوث بالنطرات اصابة الحيوانات وخصوصا الاسماك خلي بالكم والاطفال الصغار لانه منعتهم بتكون صغيرة او قليلة بيئة المرض عندها استهلاك كميات كبيرة من الماء والخضروات الغانية بهذا العنصر خلي بالكم بقى علشان تحفظوا على الاطفال الصغار وما تشتروش مياه ملوسة بالنطرات او غزاء ملوس بالنطرات انتاق غاز اه او ثاني اكسيد النيتروجين الغاز ده طبعا اكاسيد النيتروجين طبعا اكاسيد ضرع بالغلاف الجوي وبتدمر طبقة الازون وبتظهر اصابة بانواع مختلفة من السرطانات الجلد والعامة نتيجة انه طبقة الازون طبعا انتم عارفين انه الطبقة دي بتبقى طبقة من طبقات الغلاف الجوي والطبقة دي بتؤدي الى عدة تأكلها عن طريق الغازات الدافيقة او حتى اكاسيد النيتروجين والغازات السمة بيحدث تأكل في الطبقة دي والطبقة دي عشان انتم اعرفين هي اللي بتحمي البشرية من الاشعة الكونية زي الاشعة اللي بتسبب الامراض السرطانية للجلد وقد تؤدي الى حدوث العمى في العيون ولذلك حتى تلاقيوا كده يقولك بينصح بعدم النزول الى الشواطئ في الفترة في فترة الظهيرة مثلا ليه لانه الاشعة الكونية بتكون مركزة ويؤدي ذلك عنده تعرض المستفيد لاشعة الشمس المباشرة قد تؤدي الى حدوث سرطانات الجلد طبعا نتيجة الاحتراق الحر للمخلفات العضوية والقمامة وايضا عوادب السيارات ومخلفات المصانع كل دي غازات بتنتج الى طبقة الغلاف الجوي وتؤدي الى تآكل طبقة الوزون اللي بتحمينا من الاصابة بالامراض السرطانية المختلفة تعالوا نشوف مع بعض ايه برضو اللي ممكن يكون سبب من اعراض التلوث بالنطرات نمو النباتات والتحالب في المسطحات المائية يعني ايه نمو النباتات والتحالب في المسطحات المائية دكتور خلي بالكم انا عندي النطرات ده سمان كماوي او قد يكون سمان عضوي النطرات ممكن تيجي من سمان كماوي او سمان عضوي لما بتزيد عن الحد المطلوب وتصل الى بياه الترع والمصارف نتيجة عملية الصرف الزراعي او الغسيل التربة بتتركز كميتها في هذه المياه وبالتالي بتنمو عليها الحشائش والاعشاب وخصوصا وخصوصا ورد النيل هذا نوع من انواع الحشائش يؤدي الى اعاقة الملاحة في الانهار طبعا انتم عارفين انه فيه نقل نهري ونقل بحري النقل النهري ده حييعاق لانه المياه هتكون مكدسة بالحشائش ايضا يؤدي الى زيادة تكاليف التشغيل طبعا اعاقة الحركة او بطء حركة المركبة يؤدي الى زيادة استهلاك الوقود وبالتالي زيادة تكاليف التشغيل وطبعا يؤدي الى تأخير المواعيد لان الحاجة اللي انت كنت هتوصلها في ساعة لا ساعتين وثلاثة لانه فيه حشائش نامية على سطح المياه ايضا بيعيق من تنفس الاحياء المائية الموجودة تحت سطح المياه وايضا نمو هذه الحشائش بكسرة في المياه بيؤدي الى امتصاصها لكمية كبيرة من المياه طبعا انتوا عارفين الحرب على المياه وطبعا الدول كلها دلوقتي بتحافظ على قطرة الماء والحكومة المصرية الراشيدة في الوقت الراهن بتعمل على مشروع قوي اللي هو تبطين الطرع والمصارف وده طبعا مشروع مهم جدا لانه بيحافظ على اه 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 بيعمل على قلة اهدار المياه وتبخرها اه في طبقات الجو العليا ونمو الحشاش لانه طبعا الحشاش كتا تكون معدومة وبالتالي بحافظ على المياه وبعمل ترشيد لاستهلاك اه المياه تعالوا بينا عزيزة الطلبة والطلبات ننتقل لنقطة اخرى اللي هي اه دمو اه النباتات والتحالب في المسطحات المائية اه هو امر غير مرغوب للاسباب الاتية زي ما قلتلكم الحد من استخدام هزي المسطحات في اغراض الاستجمام اه اتنين زيادة تكاليف تنقية مياه الشرب طبعا انتعارفين انه اه التحالب اه لما بتنمو اه فيه اه خزانات المياه خصوصا بتؤدي الى وجود رواح كريهة في المياه وتؤدي الى عدم اه صلاحيتها للاستهلاك الادمي اعاقة الملاحة للقوارب الصغيرة زي ما قلتلكم من شوية اكساب مياه الشرب طعم ورائحة غير مرغوبة اكساب مياه شرب طعم ورائحة غير ايه غير مرغوبة تعالوا نشوف اختزال النترات وانطلاق الازوت بتتم بعدة صور خلال تفاعلات دورة النيتروجين اول اول حاجة بتقوم ميكروبات التأزوت باختزال النتريت والنترات في ظروف لا هوائية ركزوا بقى في كلمة لا هوائية يعني في غياب الاكسوجين مع انطلاق النيتروجين الغازي واكاسين النيتروجين تؤدي المعدنة لانطلاق النيتروجين في صورة مركبات معدنية بيتم اختزال النتريت والنترات الى نشادر يعني بيحوله من صورة ميسرة لامتصاص النبات الى صورة غير ميسرة لامتصاص النبات بواسطة الميكروبات عندما تستخدمها كمصدر للنيتروجين طبعا دي صورة بتبين لي ايضا دورة النيتروجين زي ما احنا شرحناها اكتر من مرة تأثير العامل البيئة على عملية انطلاق الازوت الاكسوجين بتتم عملية انطلاق الازوت عند وجود الاكسوجين بكميات غير كافية يعني في غياب الاكسوجين رطوبة زيادة رطوبة بتزيد عملية انطلاق الازوت الحموضة بيقل انطلاق الازوت في التركيز المرتفع لآيون الهيدروجين ودرجة الحرارة بتتم ببطء عند اثنين درجة ماوية وبتزيد بزيادة الحرارة واقصى معدل لعملية اختزال انطلاق الازوت هي 25 الى 60 درجة ماوية بكده عزائي الطلبة والطالبات نكون اخذنا جزء الاول من دورة النيتروجين اخذنا التحولات اللي بتقوم بها المايكروبات المختلفة لعنصر النيتروجين في التربة في الغلاف الجوي وفي بقايا اجسام الكائنات الحية سواء كان كائنات حية نباتية او حيوانية واخذنا يعني عملية النشدرة وعملية التأذت واختزال النطرات والتلوس بين النطرات لو عايزين تعرفوا ازاي الكائنات الحية جزور النباتات الباقولية وهي ميكانيكية عملية التسبيت لأذوت الهواء الجوي وهي انواع الكائنات المسبتة لأذوت الهواء الجوي يبقى لازم تنتظرونا في الحلقات المقبلة باذن الله بكده عزاي الطلبة والطلبات نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم كان معكم من التلفزيون المصري دكتور وال شلال على امل ان التقي بكم في حلقات مقبلة باذن الله نشكركم ونحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته